مرة أخرى يؤكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أهمية الرياضة وخاصة رياضة الخيل للترويج لمملكة البحرين من خلال الانتصار التاريخي الذي حققته المهرة داهية بتحقيقها للمركز الأول في سباق رويل سكوت العريق بدعم كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تعززت الانجازات البحرينية النوعية وبرزت على مختلف الأصعيدة وصولا إلى تحقيق الانجازات في سباق رويل أسكوت والذي يعتبر من السباقات المهمة والعريقة على المستوى العالمي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة انطرق في مسيرة الترويج لمملكة البحرين من خلال الرياضة واهتم برياضة الخيل التي حقق خلالها انتصارا تاريخيا حيث تمكنت المهرة داهية من تحقيق المركز الأول في سباق رويل أسكوت البريطاني الشهير وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة الخيل البحرينية باعتبارها رياضة ارتبطت بتاريخ البحرين حجم التنافس القوي بين جميع المشاركين نظرا لأهمية السباق أشعل روح الحماس لدى تجهيز المهرة داهية للمشاركة في السباق وكان التفاؤل سيد الموقف لحصولها على مركز متقدم في السباق العريق فالسباق كان صعبا للغاية نظرا لتواجد نخبة من المهرات والفرسان العالميين ولكن سموه تمكن من قراءة السباق والعمل على المعطيات والإمكانيات الفنية والخبرة الفنية للفارس والمدرب وصولا إلى تخطي جاميع المتنافسين والوصول إلى منصة التتويج رفعين اسم البحرين وعالمها عاليا في المحفل العالمي هذا الفوز ما هو يعني أولا غريب على تلميذ اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم وثانيا أهدي هذا الفوز إلى سيدي جرات الملك اللي يعني هو السبب الأول والأخير اللي تلقاني في هذا العالم حي ما شاء الله الفرس يعني نعرفها من خبرة سباق واحد في السابق فرس راكدة ما شاء الله شفناها قبل الانطلاقة كيف كانت راكدة عرفنا وين نخلي الفرس تكون مجال وخاصة تعرف يعني السباق دي 25-26 حصان تغريبا يعني الضرف كان صعب جدا لكن ما شاء الله على الجوكي قدر أن يفوز وشفت أنت الفرحة في وجهه جوكي جديد وهذا أكبر انتصار له فالحمد الله أدى وكفه ووفه ومن هذا المضمار تم تحقيق انجازات متتالية حيث أشد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بإنجاز المهر عالي ملك الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل ضمن المهرجان في يومه الثالث حيث تمكن المهر عالي من تحقيق المركز الأول وخطف المركز من بين 14 مشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أبدى تفاؤله بتحقيق المزيد من الانتصارات لرياضة سباقات الخيل البحرينية في المحافل المقبلة ورفع اسم وعلم البحرين عاليا بعد هذا الانتصار المبهر